دكتور وسيم حضرتك لما تتكلم أو تكتب عن الحضارة المصرية القديمة بشكل خاص يعني بنتخيل أنه في حالة من حالات الحب الشديد حالة من العشق بينها وبينك كيف حدث ذلك؟ هل فقط لأنك مصري؟ لا، إنما تستغربي إذا قلت لك أن هذا الانبهار جاء من رجل نيجيري ورجل إنجليزي الرجل نيجيري لما كنت في لايت بارك وواحد إنجليزي يتفخر بأصله وفصله فاللي رد عني رجل نيجيري قاله بطل تفاخر لأن أنا لديتك الحضارة أنتو خط حضرتكم من الرومان والرومان مليونان وليونان من مصر القديمة الرجل قاله أنت مصري؟ قاله لا أنا من نيجيريا لكن نيجيريا في أفريقيا اللي فيها مصري بنا لديتك الحضارة الرجل سأقف له وبعدين كنت بحب أحضر مجلس هون بريطاني فحضرت أحد النواب وهو بيطالب رد الرخصة للأمير فليب بتاعت القيادة لأنها تسحبت من فرئيس المجلس قاله لأ مش عشان على رسل ريشة فلما رجعت المستشفى بقى قول زميلي كان اسمه شارلز ويست قوله عندنا انتخطوها مننا احنا بنقول الراجل ده فكر نفسه إيه على رسل ريشة فبراقلي كده قاله دي ريشة ربة العدالة معت ولازم تكون ريشة نعمة قلت له ليه؟ قال ليه لأن ريشة النعمة الشعر متساوي على الجانبين ولتكون العدالة عدالة إلا بالمساواة بين الطرفين وإحنا عندنا في انجلترا لنضحها إلا على رؤوس الملوك والأمراء والقضاء الصبح في لايت فارك رجل نيجيري عارف اللي ما عرفوش عن بلدي وبالليل رجل انجليزي زميلي طبيب عارف اللي أنا ما عرفوش عن بلدي فطبعا دي تصبني بالحزن والإمبهار في نفس الوقت فدفع زاكلك يعني حضرتك أنك يبالك هذه السلحة بالإضافة إلى حدث أخرى برضو يعني مع الحضرة الفرعونية بشكل خاص ترجمة نانسي قنقر